موسيقى طب احنا معنا فيديو اوكي عن كاتبة كده دكتورة ايمان عاملة فيديو صغير كده هنشوفه وهو هيتكلم برضو عن محتوى الحلقة ونرجع ناخد فاصل معه ونرجع كان يا مكان حديث العهد والأوان قصة نراها تتأجج الآن كان هناك اثنين من العاشقين المحتلين بالهيام اختار معا ان يتشارك الحياة حلوها طار ومرها مرار وان يعبر سويا فوق جسور الدهر والأحلام حتى اتى يوم ثقيل الظلال وتحول العشق الى اسر كبير محاط بالاسوار يقف في وجه العاصفة الاطفال الذين اتوا للحياة حالي ميمة بالدفئ والحب والعمار فهل يستطيع الكبار هل يوما ان يصل لرؤية هادئة تترفق بأفئدة الملائكة الصغار وهل يمكن للجدران النازفة ان تنسى اغطار الهدم وتنشغل بالاعمار انها حقا قصة عجيبة تستحق التمعا والتوقف لديها ولفت الانظار فما رأيكم جدران نازفة نشرت بتاريخ 16 فبراير 2019 ايه رأيكم يعني حال الدنيا كده في الدقيقة دي بشكل رائع جدا بس عايزين نقول حاجة قبل ما نقول الفيديو ده يا استاذ احمد ان مشكلة كتير من الناس ان هو عنده ام العيال هو بيحبها وبيحب وجودها في حياته بس لما يجي قدام حاجة تانية يعمل بقى اللي بتقوله استاذ ايمان ده دي رجعت لي انا دكتور ايمان دكتور ايمان الو ايوان سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور ايمان اهلا وسهلا اهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة او حضرتك طيبة لسه سمعين القصة بتاعت حضرتك من الحاجات الجميلة يعني اسمها جدران نازفة او طيب تقول لنا بقى يعني القصة دي بتحكي عن ايه وانتعى موضوع حلقتنا النهاردة لو متابعينا في موضوع الحلقة عن الحب اتكلمنا عن الحب بشكل عام واتكلمنا عن الحب وعمليات التجميل وهل عمليات التجميل بتساعد في ان الزوج يحب زوجته اكتر تقول لنا بقى من الجانب الكتابي والجانب الشعري شايف منظور الحب عند حضرتك ايه والله يا والله الحب شعور جيرف بيكون خارج حدود السيطرة بيكون متغلغة في الوجدين الحب بفيضان بيخبطنا بيكون فيضان مفيد من العطاء والرعاية والمشاكة والاستمام احنا ما بنختارش زي نحب او ما بنختارش امسل حب هو بيبقى كده زي الاكسدنت او الحاجة بتخبطنا وما بنقدرش نسيطر عليها بتتجلغل في مشاعاتنا بتزينا طاقة كبيرة من الحب والانجاز والعطاء والفرحة والراحة والسعادة والقدرة على التعامل مع البشر احنا مستوطين ومرتحين ومنتجين اكتر فهو اكيد طاقة ايجابية كلنا بنبقى محتاجينها في حياتنا وبتعوم كمان على اللي حوالينا وتنعكف عليهم ايجابيا كمان دكتورة ايمان موضوع الحلقة زي ما انتم تابعانا بنتكلم عن الحب طب اهم هل الحب بيكون لازم يكون من طرف واحد او من طرفين ولو كان الحب من طرف واحد هل الحب بيبقى في الحالة دي ناجح ولا بيكون الحب فاشل لا اطبعا هو ما ينفعش يكون الحب من طرف واحد وإلا هيكونهم من انواع العذاب يعني لكن لما دايما زي ما بيقول لو في مشاركة لو في اتنين لو في مشاعر وطاقة رايحة جاية ما بين الطرفين ده اللي بيخلي القصة تنجح اكتر وتكون فيها طاقة عطاء اكتر وتكون فيها سعادة اكتر والطرفين بيعيشوا حياة مختلفة تماما وهنا اللي بيحكمها اكتر بيكون الكامتري او قبرة اللي جنين او تشابه الارواح ما بينهم كل ما كانوا متشابين كل ما كانوا مشتركين في بعض الصفات كل ما كان عرضهم نفس طاقة الحب الفياضة اللي بتتخلي اللي بتتحرك تتجاه واحد بيحبوا نفس الاشياء المشتركة بيحبوا نجاح بعض بيسعبوا بعض انهم ما يكونوا افضل فتقول لي ده اللي بيخلي القصة تنجح انما لما بيكون الحب من طرف واحد فا اكيد في طرف ده بيكون مظلوم يعني لان الشريك كل قدين ومعنوش نفس الفيد من المشاعر معنوش نفس التزوق للمشاعر المتقدماته فبالتالي بيتعامل معه بشكل ايروتيني او شكل تقليدي او ما بيبقاش مستوعب هو محتاج منه ايه فبالتالي الطرف المحبة هنا بيكون مظلوم يعني طيب دكتور هبالة بحب تسألي دكتور ايمان في حاجة دكتور ايمان بس انا كنت عايزة اسألها ليه دايما بنبتدي ببدايات حلوة لما يبقى فيه شغف ولهفة ولما الشغف واللهفة بتخفض ليه كل واحد بيروح لحاله الشغف تنطفي يعني اوه ليه فيه بدايات وفيه نهايات ودي اكتر من 90% من قصص الحب بتبتدي بدايات حلوة جدا وبتمتهي بنهايات حزينة طيب معانا دكتور ايمان اهي طبعا طبعا السؤالتها دكتورة مهمة جدا لكن زي ما قلنا وطبع ربنا خلقنا وخلق الموخة بتاعنا فيه فاصلين احنا كنا نتكلمنا بدأ قبل كده ففيه ناس بيكون عندها هايمانة في فاصل دماغ البنين اللي هو بيكون كله قتلة من المشاعر وقتلة من الحب ومن الابداع والناس بيكون رأيه قوي ورحفة الحس لما بيجي التراثين يتقابلوا لو هم متشاركين في نفس استفاد او عادوهم نفس العلمانة في المشاعر والعطاء وهكذا فبتكون البدايات مبيرة جدا وكمان بقصة تكتمل بنفس جمال البدايات انما في بعض الناس بيكون الحب الساحة معظم ومادي مادي زي يعني بيبقى منبهز بالشكل ممكن بيبقى منبهز ببعض الحاجات اللي مش عارفها من قلب ما بيستكش في الشخصية اللي هو دينه ففي الثاني خلاص احنا تعودنا على الأشياء احيانا بيرقدها براكها ورونكها ففي الثاني هنا الحب المادي بيخفص مع ان انا خلاص بيتعرف كل شيء عن الصرف الثاني بيتضامن وجوده جندي فبالتالي ما بقدرش اددلوا نفس طاقة العطاء يعني اوهما ببقاش منبهز بيه زي الأول طيب دكتورة ايمان استاذ انهال عايز اسألك سؤال بس مساء الخير عليك يا دكتور وبحييكي على كلماتك الجميلة الرائعة ولكن الجدران النازفة يا ترى وانت بتكتبي القصة دي احنا معرفناش ليه الجدران دي نازفت برغم ان هما كانوا بدين البداية الجميلة بتاعت كل القصص الجميلة ليه اللي خلى الجدران دي ما تصمدش وتبقى جدران نازفة ايه الرؤية اللي انت كنت شايفاها وانت بتكتبي ده احيانا طبعا مش تيه جدا لكلمات حضرتك الجميلة ووزوئك لكن احيانا بيكون في فعلا الناس بتبدأ حياتها بيبكتورة معيلة قبل كده ان هما بيكونوا محبين جدا لكن مع بعض تحديات الحياة مع بعض العقبات اللي بتقابلهم فيه شخص ممكن ما بيقدرش ان هو يصمد قصادة او بيتم يحصل عنده تغيير تبعض ما شعرون نتيجة لشيء او لاخر او قد يكون الطرفي التاني ما قدرش ان هو هيحتويه بالشكل الكامل ما قدرش يحتوي كل التغيرات اللي بتطرق على حياته فاحيانا بيظهر هنا الصراع او بيظهر هنا الاختلاف لكن مش كل قصص الحب بتكتملنا والليل اخر بشكل بعيد ومش كل القصص بتبقى الناس المختلفة بتكون كرها بعض احيانا بيكونوا الصراعين محترمين جدا وعلى قدر من الثقافة ومن الوزد والاحترام لكنهم المشاعر قدرت لسبب من الاساس وده مش معناه ان هما يتردلوا مع بعض وهما كردين بعض او حتى ينتظروا وهما كردين بعض لكن من الافضل ان هما يوقفوا بعض في المرحلة دي وان هما يشوفوا ايه هي الرؤية الوسطة او الرؤية اللي ممكن تتداعد على ان الاصفار يعيش حيثها بشكل طبيعي بدون من غير ما تتأثر من غير ما يكونوا اعداء وصد بعض منصتين تناهر يعيش فهنا هي المشكلة في مجتمعاتنا الشرقية ان احنا ما عزميش الرؤية دي احنا يا اما احباية يا اما عارق يا اما في بوطقة واحدة يا اما كل واحد فينا في طرف يعني في ضفطة مختلفة اتمنى ان شاء الله ان احنا كمجتمعات عربية وشعب موصول كده ان احنا يكون ثقافتنا اعلى وارقة من انه يعني نكون ثوارعة نكون ضد بعض انا بشكرك يا دكتور ايمان ويعني بشكرك على القصة الجميلة اللي حضرتك على التهانة النهاردة وبشكرك ان شاء الله وان شاء الله تبقي معانا قريب بإذن الله في حلقة من حلقات صلوم الصحة زي ما نورتنا قبل كده ان شاء الله شكرا لك يا دكتور ايمان ان شاء الله ايمانا قريب بإذن الله ايمانا قريب بإذن الله ايمانا قريب بإذن الله شكرا